نعرف أنه لا يريد أن نجدها في هذه الحياة نستطيع أن نعيشها كأسرة التي هي متالية ولغت ليه؟ نستطيع أن نجد ريوصنا بين الرجلين التي تنداسوا حيث هو أحد الأسرة زاد خلانة كيف حلالك؟ السؤال التي تجدونها ربما لا آية صاحبة حكيتنا الليلة اليوم تتحدث بحرقة للمعاناة دولها أو دولهم من بعد أن كانوا أسرة مجموعة ميسورة ونهار بسهل عليها ستضم بأحد صويرة التي ستخرب خليها كل حياتها على ذاك العمود التي يجعلهم لا تنظرون وبقوا معي سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميني كنتمنى أنكم تكونوا بخير وإلى خير أموركم هنا يحوركم طيبة المؤنسة عادة إليكم من جديد أينما كنتم كنتم في خدمتكم كنتم وقاسين في داركم كنتم كتمعوا لي من طمويلة أينما أنتم حتى من كزينتكم أنا راني معكم كنتمنى أنه هذه الحكاية وهذه القصص والعبر يبدلون فيكم بزرعة يلحويش ويمنسوكم ويقدرون ينسوكم حتى في المشاكل والهموم التي تعيشوها فلا تبخلوش بالضغط على هذا الإعجاب لما تكلفكم حتى شيء مجهود وخير ما تتعطلشها لكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا آية قصية كالتالي أنا كنتم من واحدة عائلة التي كانت تكون من أم وأب أربعة دي الخود اللي كنت أنا هي الكبيرة ما بيناتهم كنا عايشين بخير وعلى خير بحل جميع الأسر ما عندنا شو مخصناش أبا كان هو المعيل لها الأسرة دينا كنا كنت نسكنو في واحد دوار خارج المدينة حنا كنا بنا ثلاثة اللي تنقرؤوا أما أختيت صغيرة كانت ما زال مدخلت المدرسة كنا كنقرؤوا وتنكبروا والحياة مستمرة والذي سور أبا كان غير طلب معاشو كي يجيبها لنا وتنكلوها كان كي يوفر بشيكسينة والحمد لله ما كان مخصصنا محتاجة شيئا ثلاثة نهار اللي بدأ يخرج فينا وحدة بوحدة من المدرسة وقلنا بلي أنه ماشي مشكل حيث هذا هو واحد اللي بنات ديال الدوار اللي عندهم مصير واحد حتى النهار اللي غدينتفجؤوا فيه بالللي أنه الضار اللي حنا سكنين فيها بغاء يبيعابة وغدينتحول لدروح دخرة بعد الدار اللي كانت زوينة ومصلوحة وددنا فيها وقاعد ذكرية فيها عودش لنظروح دخرة اللي هي قل من هذك وما مصلوحاش وما فيهاش البيوت بحلولة ولكن ما متسعاش لكي يرضينا وسكننا فيها وبعدنا على جيراننا وعلى البلاصة اللي يددنا فيها وبخيرنا معزولين احنا والأم ديالنا رواتي يمشي كي يخدم وحنا كان بقوسة الدين علينا وحنا كان بقوسة الدين علينا نهار كامل هي كتقضي الشغال ديالا وحنا تلعبو ممسوقين شو ما عارفين شو الدريبة ديالالحياة او لشن واقع او لحتشنو غادي يجي كان عقلنا باقي مازال صغير وما وعينش حتى غادي يجي واحد النهار ونتفاجأو به تيقول لنا بلي أنا وغادي به حتى ديالدار ونشرلنا واحدة اخرى عاوتاني لنفس المشكلة غادي وقع لنا بعنا ديالدار وشرلنا واحدة اخرى اللي صلحناها وقديناها وحبس الخدمة ديالو دار مشروع انه تيبيع الغنم وتيسرات للأمور حتى النهار اللي غادي نعود انتفاجأو بلي انه باع كل شي للبهايم ولا حتى ديالدار وشلال النظار فيها غير بيت واحد تخيلوا معايا الناس كتطمعوا وكتطمح وكتطلع في الضروج وحنا تنهبطوا والمشكلة وسط هالشي كامل انهو مكاش كيش كيشاورنا او لكيشاور الام دياللي ديما حتى كنتفاجأو هاد الكلمة اتبدو كتتسمعوها باستمرار في القصة دياللي كيف قلت لكم غادي شري بيت واحد اللي كنا كنا نعسو فيه كاملين بمعنى انا واخوتاتي وواليدي اضطرينا باش انا نفرقوه بواحد الخاميات النص نشقو فيه ونعسو فيه انا واخوتاتي ونص كي نعسو فيه الام والاب دياللي واحد نار غادي نتفاجأو بلانهو الاب دياللي تيقول لنا بلي اناو غادي يمشي من دينا واحد اخرى باش اناو يخدم قلنا صافي الحمدولي الله الاب دياللي غادي يخرج باش اناو يمشي يخدم ومرجعو لحيات ديالنا كيف كنا عايشين باخير مشا الاب وداز الشهر اللول ومجاش غادي يقطع التليفون داز الشهر الثاني وتليفونه تقطع بمرة نمرته ما بقدش قاع خدامة قلبنا عليه حتى عيينة سولنا عليه صحابه اللي تيعرفوه تيشي حد ما عارف عليه شي حاجه تقولوا الارض بلعاتو جا واحد نهار اللي وصلت بنا العظم وما بقاش عندنا ما نناكله والعائلتين لا ديالو ولا ديال الام ديالي اللي كانوا قرابي لينا ما كيتفكروناش فالضرات ممي باش انها تخرجني انا الكبيرة نخدم في الضيور اول دار غادي نخدم فيها خدمت كموربية وانا ما زال بقا صغيرة براسي بقا بغا غا غا نلعب واندير بزاف جال حويش ما كلمش ممتي لانا اضطرات خدمت كموربية لدي كل الوليدات اللي كانوا توام وبحكم ان السيدة اللي خدمت عندها اسمها كان بحل اسم ديالي شو دارت غريت بتلي اسميتي غير باش انه ما نتغلط لها انا وراجلا اذا عيض عليها خدمت عندها واحد المدة وكلاحظ بلي ان السيدة نفسيتها وعقليتها مشي يهديك يعني كتتعامل معايا خايب لدرجة واحد النهار قلت لها غير باش نهددها باش انها توقرني ولكن قلت ليا سمعي يا ايا اذا مشي تحت خرجتي غادي ندير لك شامو نتيف وندخلك به الحبس فانا خفت وكملت معاها عام علاقة الدوب وانا ديرها غير لحيلة ومسيسة معاها لدرجة انا ما شفتش دارنا حتى داتني هي براثها خليتها لقلتها مع امي ووهربت لها مشيت قلست في واحد الخلا حتى مشيت في حالها قلت لامي بلي انا وانا انا ماتلش بغيت نعود معاها مشيت في حالها وبغيت في دارنا وعاودت ان من جديد امشي عن سيدة واحد اخرى في مديننا دينا ماشي باش نشكا ولكن بما انها كانت مرأة كبيرة في السن فكانت المهمة ديالي باش انا نقابلها وانداويها واننقيها مشيت عند هالدار وقالي استعدات تقريبا انا شهر والدابة اراه باش غير لاب ديالي وغايب كانت ضربة عام ونص فجيت عند السيدة وانتفاجأ به وانه واقف قدام بالدار لديك السيدة لانا اخدام عندها وكانت الفرحة ديالي مكانت تصورش انني واخيرا شفت بليك انه كانت ناوه جاء عندي سلم عليا وفرحت بزاد لانا اخيرا ارجع هو لما شاهدني في ذلك الحلقة قل ايا جماعي حويجك ويالله معايا للدار وحتى خير ما غاد يخصكم سمحوا لي لانا انا خليتكم مكرفسين مورايا وانتوما غير بنات مشي حتى رجال طلعت عندك السيدة وجمعت حويجاتي ومشيت مع الاب ديالي اللي غدا ناوه في ترونسبور حتى كانت تفجأ بلينا ويقول لي يا الام ديال كرديته اليوم عن طبيب وراء قال لي نبلي انا الحاملة الاب ديالي ارجع لدارنا شهرين قبل نهار اللي جاو قف علي باش انا ويرجاني قال لي يا راه ما زل ما عرفناش اي الجنس انتال جانين حيش ما زال وقف علينا وقف علينا وقف علينا وقف علينا حتى الوحد نعرف اشقربات الام ديالي باش انا تولد حتى كانت تفجأة لان انا ابا قال لي رخصني اخدم وقلنا صافي ارى غدي يمشي اخدمه ثاني بحال مرة هرب ولكن هاد المرة لم يقدر اديرها لان انا انا اعرف الجنس انتال جانين واللي هو الوليد والاب ديالي مشوق باش يكون عنده مولود موالد كانت نوع الشهر الاول وولدات امامتي وتزاد الوليد وسميناها امي كالحمل ديالها تقيل بحكم اننا وقالتين في ديك الدار اللي فيها بيت واحد وممسقفاش كاملها وجات في بلصة معزولة على الدور فاضطرينا باش انا ننهزو حوجاتنا ونخرجو نجيو عند الام ديالي واللي هي جدتنا كان اخوة لي سكنين تماما ولكن اضطرينا باش انا نمشو ونسكنو معها واخا كان جدتي صعيبة واخوة لي كذلك خصوصا مع ماما فانا سننهز راسع وانا اضطريت باش انا نمشي من ديالي واحد اخرى عند الناس اللي هم اللي باسع لهم واصلين باش انا نخدم عندهم خدمت عندهم الشهر الاول لازم ما بيش كنا بنزوجي المساعدات في الفيلا واخا كانت المعاملة قاسحة وانما ملفاش لانا والناس اللي كنت من عندهم من قبل على الاقل كنت انجلس معهم في الطبلة وكان ناكلو مجموعين وتيكسيونا اما هذا لا ناكلو بوحدنا معزورين حتى كيسيونا اصلا هم من الماكلة عادتا ناكلو حنا اللي يشاطع لهم علما انهم الناس اللي هم ميسورين واحد من نهار مشيت معاهم الحمام انا والمساعدة الاخرى وتنقينا فارجعنا حتى كانت تفاجئ بمورة الدار كتقول لي اشان قلب لك شعرك قلباتو لي وقالت لي فيك القمل انا عند باليب اللي انا وغدير لي غير شي دواء لانه شعري طويل بزاف وكان زوين فقلت رغد لي غير بحقا على اللي دست عندهم من قبل وكل شيء سيكون هو هاداك حتى كانت تفاجئ باللي انها غادي تستندوز وغادي تحسن لي شعري كامل بحق الشي دري بحكم اني صغيرة طبيعة الحال بقى فيها الحال وقت غير تامكي ولو كنت كبيرة كان سيبقى فيها الحال دوست عندها عام ونص وانهار اللي جيت عن دمي شدوا ليها فلوسي بالعاني وحويجي لانهار اللي عندهم انا قررت باش انه صافي ما غاديش نرجع خصوصا فاش مهمتي شافتني كيف وليت علما انني ما كنش كندوي معها في التليفون فاشعرت لها راسي وشافت الحالة ديالي بكاته تأثرت من حالتي اللي وليت فيها ضعيفة وهنا قتل يبني انا وغاديدك لسي في الدار ونفلح عمر ديالي لذاك خمسطاشل سنة يعني ما زال موصل لشلسي القانوني ديال البطاقة الوطنية خويب ديالي كبير خواتي كذلك والاب ديالي معلي حتى شخبار من غير ان انا كنا سمعورها مرة مرة انهو الدوج وعايش حياته في بلاسة واحدة اخرى وما عرفنا شوش تكشف صح ولا لا اما باش انا نشوفوشي حاجة بعينينا عمرنا ما شفناها خرجت للحية السنة عايزة نقلب على خدمة احترقيت وحدة في تصنيع المواد الجلدية اللي خدمت معهم فيها عام كانوا فيها ممكن اللي كانوا كبار ما قدرتش عليهم وخرجت ومشيت للقهاوي تنخدم مرة كان سربي لانهو ما عنديش تجربة في هذه الحرفة وما تنعرش نحسب فكنت كنخدم انا يغسل الماعيين او لنذير الميناج كان ضل النهار كامل وانا واقفة ونجي عند ممي باش انا ننعونها حتى هي يعني انا ورغم الصغر ديالي كنت هزا المسؤولية ديال ديال وعلى اللي كان تصرفوا عليها ورغم انهو معها ولادها لخدامين وضايرين بها ولكن غيره ما شافوا نسكننا معها لم يتبقى شاربوها وانا تقولوا را تنكسيوها وراء نشربوها وكل شيء علما انهو نحن كان خاصنا اصلا لقد أعطينا ويكسينا ويمدلنا يد العون حيث كنا كنا غير وليات والله غالب وذلك الساعة القهوة كانوا يعطوني 250 درهم للاسبوع لمداري لليا حتى شئ حارة ولو نكون بوحدة واحد الوقت اضطريت بشأنني نخرج من الخدمات القهوة ونمشي ونقص علي رقائل القال حيث عيالات اخوالي خرجوا علي بزاف دور خيبة وما نكذبش عليكم عشت شلاح ويش خيبين لأن البلاسة التي كنا ساكنين فيها لا يوجد ترانسبور فكنت مضطرة لكي ندير اوتوستوب حتى يوصلني من طريق هنا كانوا يشاهدوني بحلاكة كانوا يقولون لا ارى كانت هكا وقدر من هنا وقدر هذه وانا اقسم بالله اربيش اهدالي انني كنت شريفة وعفيفة يعني ما كيناش من هذا الهضراء فاضطريت انني ارجع للوزين الأول اللي خدمت فيه ارجعت لي ورجعت هذه المرة فارضة الشخصية بحكم انه في المعامل فارضة الشخصية دياري وهذا الشيء اللي تنحكي راني مازال بحقا صغيرة وهما كان من منوع لهم انهم يخدموا شيء قاسر لكن خدمت معهم وطولت هذه المرة ورغم اننا كنا كنا نتعرضوا للإيهانات وكان خرجوا في واحد الوقت اللي هو متأخروا في الظلام بسبب هذا الامر ماذا حمرة تعرضت للقرساج او لا شيء يريد ان يخلعك بالعاني وبزرد الحويج كنت موضطرة انني نعيت الامي واخا اخويا باقي صغير كتركبوه في ظهرها وفي وقت تشته كتلقى لي في واحد البلاصة معينة وكان جميعهم جميعين وفي وقت الوقت كان مقاطع نهائيا وحد نهار يمشي عند عمي وبما انه كان ساكن وسط الحي الصناعي فقلت لي ساكن عندك عفاك نسكن معهم بلا ما نمشي للدار اللي كانت بعيدة عليها بمسافة كبيرة فقبل وقال لي يا وخا مرحبا تمشي كنخدم نهار كامل من صباح تلاشية وكان جي كنلقى الكوزينة عمره بالمعنى الصابون والدار حالتها وعمي ساكن معه امه ومرته وولاده فأنا كل ما دخلت لم أكن ألقى مرته وبنته لدرجة انه الفراش ديالهم كنت مازال كنت ألقى بقى مسرح يعني فهمي راسك وشقاي فكنتضر باش أنني نجمع الدار كاملها ونسيق ونطيب ليوم العشاء وما كنت نعس حتى لشي 12 ديالليل بقى الحال على الطريقة حتى تطلع لي الزعاف وزيت حويجاتي ورجعت لدارنا تنخدم وكان نرجع عند ممي بقيت في المعمل حيث عييت فش كبر خويا مشات الأم ديالي كانت تعاون معي في خدمة في واحد الطاحونة واللي جبته هي كانت تصيره واللي جبته أن نحنا كانت تصيره وبقى الأمور غدبت طريقة حياة مزرية فيها كانت تسمعي الهضرة من نقاح الجواني حتى الوحد النار كانت تفاجئوا بالخال ديالي غادي يجمع لنا الحويج ديالنا وغادي يحطهمنا في الزنقة جرى علينا بكل بساطة وخد دار ديال الوارثة وعيتنا على هوندا اللي هزتهم لنا وما كناش عارفين في الغدي مشيو طرينا نمشو عند واحد خالتي سكنا قريب عم تماما أعطتنا واحد دار ديالها وقلسنا فيها شيامات بلا ما بلا دوب لا بيبان ولا شراجم ما غاليش نقول لكم باللي أنا دار ولكن تماما كأننا قلسين في الخلاق وديك الدار كانت وسط واحد درب لما تقدرش مرأة هي وابنتها فقط أنهم يسكنوا فيه يعني يخص يكونوا معنا الرجالة وقلسنا عندما تحولنا لديك الدار وقلت جدتي وهو الماما وبدأت نطلب بعدها لما بعد رجعي ما يكون غير خاطر كابنتي حتى شخص ما سيقرب لحواجك فاحدنا أننا رجع معها وقلسنا تشعر و تعرفت على واحد ولد الناس في درسة تلت شهور أنا واختي سنتزوجه في نفس الأسبوع حيث حتى هي اطلقت مع واحد ولد الناس وسهل عل الله أنا لا أسف لا أحضرت العرصة وهي لا أحضرته لليمهاري لذلك الساعة كاتبت و لم أدرك أصلا العرس أو حتى شيئا مشيت لعن درجة اللي بحكم أنه أخوالي ما بغوش يستقبلوه و ما بغونيش أنا نزوج بغوني نبقام تشردة نخدم في الدور و في المعامل لكن أنا رقيت ولد الناصر بسهلية فيه ما شباش يسترني لأنا وكنت شريفة وعفيفة ولكن عرفت باللي أنه غادي يهزني أو لا غادي يعتقني من ذيك الحياة البائيثة اللي كنت عيشة فيها الحمد لله دوزت معاها مدة ولا سنوات عاد حملت منه بالتوأم الأعوام اللي أولا كنا مفروقين بحكم أنه رجليتي يخدم في مدينة واحدة أخرى و أنا كنت تكنة معا وليديه و أخاكا كنت نقول الحمد لله غير مني أنني لم أبقيتش خدامة و كنظر من زنقة زنقة وتفكيت من ذيك الحياة والأيام اللي عشتها فكنت نقول الحمد لله أنا وربي فكني من ذيك الزنقة ومتكر في صلى الله أخرى أعطاني الله هاد ولد الناس موكلني مشربني لا يجعلني أني محرومة من حتى شيء و فوق من هذا الشيء من أطيب خلقي الله إذا استخدمت خمس سنين على زواجي بيه و علاقة الاستمعى والديه اللي فيها رجلي تكرفس معايا و من طبيب لنفسي لوحد آخر لأنا يدخلت في مرحلة كثئاب و حاولت أني انتحر للأسف بسبب طفولة اللي عشت و ربما ما تخدروا تكونوا ولمستوا الأحاسيس من خلال الأحداث لكن الواقع اللي عشت كان صعيب علي بزاف صعيب على نفسيتي ألم اللي كان بجميع أنواع و عشته الحمد لله أنا وم بعد رب يكرمناه وقدرنا أننا ننشي ودارنا في واحد المدينة اللي هي كبيرة وتحولت لها واستقرنا وللت توأم لفي هذه المناسبة كذلك للأسف لنجا عندي حتى شيء كأنا يمقطعهم الشجرة لأنه وكنت في مدينة واحدة أخرى اللي فيها عائلة تبا كلها لكن تشيح دمجة اللي لي ولا برك لي من غير الأم ديالي مشيت للدار عند عائلة راجلي وداروا لي أسبوع وكبروبية وعرضوا على العائلة ديالي وحتشيح دمجة هم ورغم أنني مشيت للداري تشيح دمجة شافني ولا برك لي فيهم حاولت بشاني نتحدى المشاعر ديالي ولقيت رصيب ديت كان خرج من ذيك المرحلة النفسية الأليمة لدوز وبدت كان نعيش بلا أدوية وأخيرا الأدوية ديالكتئاب بشوية بشوية حتى خرجت من ذيك الفترة ولي ذاتي لحقوا على الأرض دخلتهم من درسة خصوصية وبقوا وغادين مع الحياة مستمر وبقوا وغادين والحياة مستمر ووسط هذا الشيء كامل وهذه الأحداث وهذه السنوات كنت كانت نمزان النهار اللي فيه ممي غادي تعيط ليه وتقول لي يا رابكة بنتي آية أراها رجع لأنني بقد ما كنت مشتاقة عليه عمار اللي قدرت نسيته ولا عاتبته مع نفسي أنه هو السبب التكرفيس لدوزنا يعني المدالي دازت ما بين طفولتي وزواجي وفاش ولدت كلها كانت بلا به أربعة عشر لسنة لكي أخبرنا والذي هو العمر صغير اللي خلاه مازال في الكرش المهمة ما عليناهش أنا بقيت ملهيئة مع الأسرة حتى العام اللي فايت في العيد الكبير بالضبط فاشغا دي عيت لي العم ديالي اللي عمره مدوع بعاية من قبل دولية باشي قل يرى لأب ديالك لقينا نعس كوما في صبيطر في واحد المدينة أنا متيقتوش لأنا معروفة على هاد عمي معروف بالتلاعب الكذوب فمتيقتوش وطلبت منه ولو لأنني نشوفه ديك الساعة باش نقدر نتاق قال لي يا وخا بقيت كل نهار تنعيط له باش أنه يمشي ونجي نلحق عليه أنا ورجلي بقى كل نهار كي تراوه لمدة خمس أيام كي تلاعب بياه حتى غادي عيط لي من ندرسه ويقول يانا غدا غادي نمشي القانين فوق من الأعصاب ديالي تخصم تانويه وبمعنى أصح نظرت في واحد دورة اللي كانت خايبة اللي غداي مع العشرة ديالة صباحتي عيط لي باش يقول لي يا راه الاب ديك توفى يعني الاب ديالي مات وانا ما شفتهوش ما قدرت نهضر وشاتني صدماء كيفش الاب ديالي ربع ترشل عام وانا كانت تنافل وانا كنت قلت لي يا راه مات انت غير كتكذب عليا ند صورت صويرة انت عبا مش بدمية وصفتها ليا تصويرة تخيلوا معي لي رونات لي حياتي كلها رونات لي المصير وحتى المسار ديال حياتي كلها تصويرة اللي خلتني نرجع لمعرش حال من عام اللور مرضتني في حياتي ذاك النهار ذا عندي صعيب لانا وصورة اللي شفت ما قدرتش نفارقها كل شوية كنت كنت نشعل التليفون كنت تأكد ونتحقق ونقول له هذا ربا ما يخفش علي وجورها هو صبرت ذاك النهار كامل بالحرقة جياله ومشيت انا واختي ورجالنا مشينا لمدينة اللي فيها التوفى ولقينا ماما تماما حتى اخويا اللي عمروا ما شافوا كانوا تماما سبقون خلوا اللي عنده شافوا اخويا اللي عمروا ما شافوا ادخل عنده تتامح معاه انا كنتظر عند ممي وكنقول لها واش هو تنبكي وما مصدقاش وما بغاش انتيق ادخلت لامورك وكانت صدمة لي صحيبة عليها بزاف سنقول كيفاش هده السنوات كلها وانا تنسينه باش نشوفه ودابا جيت نشوفه هو مجبث في الفريغو عقلي ما بغاش وما قدرش يتقبل الموت دياله اليومنا هذا تحشته وكنت محتاجة انني نحن كنت سامح معاه ويشوفولي ذاتي لدرجة انني سميت عليه واحد من ولادي كنت بغاء انه يشوفنا كأسرة ويتعرف على رجلي ويشوفني انني ورغم كل ما دازع لي من ألم وعذاب كنت عائلة واللي تبط ويرتي كان فيكم اللي قدر يقول لي هذا ماشي إنجاز ولكن بالنسبة لي انا كوحدة داستمدوك المعاناة ترى إنجاز عظيم وفخم فكنت كنت طلب الله انه يشوفولي ذاتي انا واختي وبيلي انه راحنا مسكالنا مولانا وطحن فولاد الناس وخاء الام داستي باقي كتعاني اليوم وخدامها مازال في ذلك المطحانة حيث بقي من تحت جناحها الزوج دي الخوتي صغار وسكن مع امها وهذا الزعيب اللي هو التقيل ورغم أننا تنعونها ولكن هذا الزوج دي الوليدات امها فماشي سهل عليها رعائلة على قدام ورغم هذا الشيء يقول الحمد لله أنا عايشة برزقي وربي انكتب علي هذه العيشة هي يمكننا اقول لا اكيد غدي تكون عاشت معاناة كثار مني ولي كان نبغي نشكرها عليها بزاف هي ولو المشاكل بينها وبين بالله يرحموا لي كانوا فيها عيوب اللي احنا ما كناش عارفين هم حتى المن بعد عمرها ما قالتهم لنا ولا بحث لنا بهم باش تبقى الصورة دياله في عيني نزوينا وخمشة وخلانا مرمورها انا اليوم من بعد ما اخرج من الازمة اللولة دخلت في ازمة واحدة اخرى درجة انا ما بقيتش كان صافر ولا كان نعس ولا كان دير حتى شي حاجة في الحياة بلادوة مشيت عن طبيب مؤخران تالعينين وقال لي انا وعيني كران نشوف لي بكثرة البكاء على ابا ليل ونهار انا رجعت كان تبقى عن طبيب نفساني من الاول وجديد على وديت الاكتئاب لجاني باش نقدر نوقف مع ولداتي اللي هم تقرأوا ومحا الرجلي اللي تيضل لك خدامي عفاكم من هذه الحكاية كله انا بغيتكم ادعوا معي انني نجوز هذه المحنة انت كنت متشبتة بانسان سنوات اللي هو ابا وكانت كل امنيتي في حياتي انني نشوفه ويشوفني نهار لقيته كان نشوفه مجبت مية هذه هي حكايتي هذه كانت حكيتنا الليلة ايا 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 اللي غادي نقول لك انا ومعليك غير بالدعاء والرضا بهذا القدر اللي هو من نصيبكم اجمعين ما عندكش الحق في الاكتئاب كيف تنقول لانه احنا الحمد لله مسلمين بمعنى مسلمين امرنا للخالق ومؤمنين بلي انا واي حاجة ادرت لنا في الكون الا لسبب ما احنا ما عارفينه وشو لكنه وراخ خير كبير لنا خسكي تعيشي وانتي ممتنى الحياة ممتنى الملانة لانه اعوضك بانسان او لا بزوج لحطولك في المقام ديال بباك وخمشي نفس الاحساس لكن الله يغفر الباك والله يرحمه وسررات دامعه لكن ما عرفناش شنو الظروف ديالي وخلته يدير هادشي كامل من الاول معلك غير الدعاء وانا كيتهديه سلك من القرآن وتهديه صدقات وتهديه ادعية سيكون بهم فرحان وكيوصلوه وكيفرح بهم وكيعرف من طرف شكون 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 هادشي اللي غادي يخليك يهون عليك لانه الاكتئاب والحزن والتعاسى ما غاديش يزيد بك القدام وغادي تخسري معاك اسرع لقداء فهم الاحزن رحمي نفسك ما عندك ما تديري بالدعاء خليه دعي ووكلي امرك المولانا وشوفي فيديوهات ايجابية في الدين وربي غادي يكون معاك وغادي يبرد لك الجمرة اللي في قلبك هذي كانت حكايتنا الليلة الله يجعل مولانا انه يخليك تجوزي هاد المحنة والله يجعله انه ترقيك في الاثنية وفي الاخرة دمتم في رعاية الله وحفظه هذي كانت حكايتنا الليلة اتلقوا في الحلقة الماجئة على نفس القناة على نفس توقيت ودومتم في رعاية الله لا تنسوش انكم تقطعوا هذه الاعجاب بمتكلفكم حتى شي بشغود وسلام سلام